نشرة من أربيل المستشار السابق للجنة الزراعة النيابية الدكتور عادل المختار أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني تحذيرات متواصلة من حدوث كارثة بيئية وإنسانية ودخول العراق في مرحلة الحرج المائي ما حجم الكارثة التي تشهدها البلاد الآن تفضل شكرا جزيلا لحضراتكم على هذا اللقاء المهم حقيقة أريد أذكر في تصريح معالي وزير الموارد المائية أعتقد قبل شهر أو أقل من شهر قال أنه اليوم العراق عنده أسوأ خزيم منذ ثلاثينيات القرن الماضي وهذا تصريح خطير يطلع من وزير التصريح الثاني أرفقه بتصريح ثاني حقيقة يقول الخزين ما أنه قد ميكب فينا لنهاية السنة والزراعة الصيفية مجازفة حقيقة تصريحات خطيرة تبين أنه الوضع الحرج المائي للبلد اليوم حقيقة أنا أريد أقول شيء انخفضت الإيرادات من دول الجوار وصلت لحد أقل من ميتين وخمسين متر مكعب بالثانية على نهر دجلة وأقل من مية وخمسين متر مكعب بالثانية على نهر الفرات وبحث ذاتها أرقام متدنية الشيء الذي أردذكره اليوم شفنا أيضا بهلاك نفوق السلاحف نفوق ملايين الأسماك في أكثر من مكان وهذا كل ما معناه زيادة التلوث وتقلة الإيرادات فلذلك علي وزارة البيئة تناشد وزارة الموارد المائية بضرورة زيادة الإطلاقات تصور وزارة البيئة تناشد وزارة الموارد المائية بضرورة زيادة الإطلاقات لوضع الحرج فلذلك نقول مطالبة لوزارة الموارد المائية بضرورة زيادة الإطلاقات ميتين متر مكعب بالثانية على أقل منسوب الشيء اللي أردى ذكره لكن كل المعنين رح يسألون ما أنت تقول خزين ماكو أنا أحب أذكر في موسم الشتاء اللي قبل كم شهر جتين الأمطار الأخيرة أردحش على الأمطار الأخيرة تحديداً اللي جت في شهر الخامس بتصريح ممثل وزارة الموارد ما يقول خزنا أو زيدنا الخزين مليارين ونصف متر مكعب وهذا اللي أنا أقولها هاي الخزين الإضافي ممكن أن تطرح مليار منه مليار متر مكعب ادعم الوضع المائي حتى نقدر نسيطر هذا الحل الأول لوزارة الموارد الحل الثاني على وزارة الموارد المائية تقسيم المنطقة من صلاح الدين للبصرة إلى قطعات كل قطع يرأسه وكيل وزير أو مستشار حتى يتابعون المناسب المي تعرف حضرتك كل ما تنخفض مناسب المي تحدث كارثة يعني احنا تخوفنا اللي تصير كارثة بالبشر يعني هذا مهم جدا فلذلك يعني حتى دكتور العفو حتى ممكن نتوقع هجرة من الجنوب إلى محافظات الوسطة والشمال أيضا طيب يعني دول الجوار المتشاطئة مع العراق منها تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات المائية مع العراق وهذا شيء واضح طيب ليش ما وصلت الحكومات المتعاقبة يعني على تفاهمات حقيقية مع دول المنبع بشأن المياه يعني هل اهمال هذا الملف متعمد لأنه صار لفترة طويلة العالم دا تصيح ودتصيح وتقول ما عندنا الماء ينقطع والماء قليل شكرا جزيلا لحضرتك على هذا السؤال المهم أحب أذكر أني بزيارة دولة رئيس الوزراء تركيا قلت توقيت الزيارة كان غلط كان المفروض التوقيت في هذا الوضع الحرج لأن دائما المناسب تنخفض وصير الأزمة في شهر السابع أما أنت رحت في شهر الرابع كانت جو جيد وأنطار غزيرة فلذلك تركيا بسهولة انقطك الدفعات الإضافية أو خمسمائة متر مكعب بالثانية أولا ثانيا أريد أقول شيء إحنا لازلنا عايشين في عقلية البحبوحة المائية تصور أنت قبل كم شهر زرعت حنطة ما يعادل ستة ونص مليون دونم على الرئيس السطحي تخيل ستة ونص مليون بينما كان الوزير السابق نقللها لمليون ونص لمليون ونص فقط بينما أنت صعدتها وطيت ومجال في الأحيان لستة ونص هذا الرقم اللي أقوله لو إحنا خازين كمية المياه اللي جاية يمكن شان اليوم الخزين يوصل لعشرين مليار متر مكعب ونكون مطمئنين اللي أردقوله بالأرقام أيضا ممثل الثالث مور الماية قال خزنة أو زيدنا الخزين مليارين ونص معالي الوزير قال رية الفيطام تعادل أكثر من مليارين ونص وأيضا تركيا انقطتنا بحدود مليار ربع يعني الرية الأخيرة فقط والإيرادات الوصلة بحدود ستة مليار فلذلك أنا أقول هس من قناتكم الكريمة اليوم أردع لنها تعرف حضرتك اليوم التقلبات أو التغيرات المناخية أكو ظاهرتي ظاهرة النينو اللي هي تسبب ارتفاع درجات الحرارة وبعدها رح تجي ظاهرة النينو هذه معاكسة اللي رح نتوقع وإن شاء الله يكون الشتاء القادم منطر السؤال المطروح إذا الشتاء القادم منطر هم رح نستغله بالزراعة يا أخوان مرة وحدة وقفوا الزراعة لموسم وخزنوا النماء حتى يطمئن البلد لقادم الأيام تعرف اليوم تغير المناخي احنا من الدول اللي رح تستمر بالتعرض للجفاف ولذلك ارتفاع درجات الحرارة هذه السنة بسبب الضارة أعلى معدل يعني يرات استراتيجية أبعد وأكبر مما موجود حاليا لدى قسم من من يديرون هذا الشأن طيب هناك جفاف في نهر الفرات حتى من جانب سوريا يعني ما خطورة هذا الأمر لماذا لا يكون يعني هناك تحرك مشترك من الدول المتضررة من ملف المياه نحو المجتمع الدولي يعني مو بس إحنا وسوريا وممكن يكون بعض من الدول أيضا ليش ما يتحركون بشكل جماع على المجتمع الدولي ويضغطون على دول المنبع شكرا جزيلا لحضرتك اليوم الأسئلة ومالتك رائعة جدا أردى أقول لك شيء الاتفاقيات دولي 92 اتفاقيات هلسنكي واتفاقيات 97 اتفاقيات استخدام مجاري الأنهار هاي الاتفاقيات تنفذ على الموقعين على هاي الاتفاقيات الدول اللي موقع على هاي الاتفاقيات هي مشمولة فتركيا وإيران أصلا ما موقعين فلذلك إحنا لنروح على سبيل المثال لنشتكي على الجارة تركية أحب أذكر مصر اشتكت على أثيوبيا والسودان وظلت سنين ووصلت لمجلس الأمن ما سوت شيء راح تقول لي لعد شنو الحل أنطيك الحل أيضا ده تشوفوا اليوم احنا كلها حلول ده ننطيها اليوم اتأسس مجلس وطن المياه الملف في دولة رئيس الوزراء الصور قبل شهر يمكن أو أكثر الانتخابات تركية كان لازم نستغلها ونحقق شيء لكن مع الأسف اليوم الملف يجب أن يكون بيد دولة رئيس الوزراء يذهب إلى تركيا وعندها وراق ضغط الورقة العسكرية النفط ميزان التجاري كل هذه أوراق ضغط ممكن تستغلها مع التركي طريق التنمية اليوم اللي انتدت أنا صورت قبل يوم من نتصل دولة رئيس الوزراء مع الرئيس التركي حقيقة توقعت كان يقول له أنه الوضع محرج زيدنا الأطلاقات المائية إذن الوضع حرج من قناتكم نرجو وزارة المائية زيادة الأطلاقات ميتين متر مكعب إضافية حتى يتوازن المنسوب المائي نعم نعم الدكتور عادل مختار المستشار السابق للجنة الزراعة والمياه كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا جزيلا لانضمامك إلينا